يعني النادي الاهلي بيجي هنا طبعا اكيد يعني فيه برضو عبء انت جاي على فرقة عايزة تكسب زمانت في الجزيرة برضو عايزة تكسب جزيرة فرقة بطر وبتدور على المكسب جمهور النادي الاهلي يعني بيستني منكم كتير وعايز يشوف عمره وعايز يشوف عمر في الملعب شايفين الدنيا ازاي شايفين المسن ده اكيد احنا احسن بس شايفين ايه الوضع هيكون ازاي بص حضرك برضو موضوع الفريق ده كان برضو حاجة يعني انك تختار بتبقى اثق شوية ان هو الاسخوات ما شاء الله عليه يعني ربنا يحفظنا من كل الصبات ضخم وكبير ويعني في حلول كتير قوي يعني ما شاء الله ما شاء الله يعني دي كانت حاجة فرقة معي كيام في اختيار ان احنا كباسكتبول طبعا كباسكتبول طبعا عندنا كبرات كتيرة وعندنا شباب وحتى فيه نشئين متسعادين عبدالله ومع حمود فيه كمان اشئين كويسين جدا. فيعني احنا ما فيش حاجة على نفس كل المحتاجين اوظنوا شوية وقت وانسجام مع بعض. صحيح. وان شاء الله يعني زي ما يقولون انقصر. وخلي بالك يا عمر يعني انت انت شباب والخبرة يعني انت بتطمع. اه يعني اه شباب وخبرة ونفس الكلام مع عمر شباب وخبرة. فالحقيقة انتو يعني صفقة نكحة لان انتو جمعين اتنين. خدوا خبرات كبيرة يعني عمر كان في امريكا ولعب. اه انت منتخبات ونادي الجزيرة وافريقيا وا 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 كتير. فانت خدت خبرات برضو كتير. فده برضو اكيد هيكون اضافة. خلينا اقول لك ان يعني الاهلي كان السنة اللي فاتت. اليكس يونج وكان يمكن هم. اه كان اهب امين. اه صفقتين برضو كان يمكن انت بتبني سنة او لا سنة. البسكت صعب يا عمر. يعني عشان تاخد بطولة. يعني الاتحاد خد بطولة السنة اللي فاتت قعد عشر سنين. مكسبش. شايف المنافسة السنة دي ايه خاصة ان انتو اكيد يعني لما سبتوا الجزيرة. الجزيرة اكيد قال له. فكده بقت المنافسة مكسورة بين ايه. يعني دلوقتي انت شايف الخريطة بتاعت البسكت باشي بلا زي. شوء الجزيرة يعني اخده اي من واحمد اسماعيل وجابه محترف. بس انا يعني اللي انا حصه يعني ان الموسم هيبقى يعني هيبقى زي السنة اللي فاتت شوية. اهلي والتحاد. اهلي والتحاد. هم لسه الاتحاد ما عرفناش محترف بتاعه المركز ايه. احنا انا شايف ان احنا يعني ان شاء الله يعني ربنا بعد عني اصابات. يعني انت متفق معايا انه بناء فريق بسكت بيبقى صعب عمو. سعب عشان احنا في البسكت غير الكورة شوية ان احنا في ست سبع فرق بينافسوا يعني احنا مسلا ماتشوت جزيرة سموحة الاهلي سبورتنج ما فيش ما حالش عارف مين هيكسب. المنافسة اشد يعني المنافسة يعني اللي سان فاتت مسلا السموحة في سيمي فاينال كاس مصر. اه واظن مش فاكي خدتهت او رابع. بيوصلوه سيمي فاينال افريقيا مع كابتن اشرف من سنتين. صحيح. فهو المنافسة مش منحصرة بين مثلا زي كورة فرقة في الهامبول فرقتين. لا. في احنا الكعدة اوسع وزي ما حدك قلت في الاول دي اول صفقة تقدر يعني القعبة بتلعب في فريق منافس وتقرص بيع وشير احنا ما كانش فيه. صحيح. السوق كان مقفول وكله كمان حق الرعاية بيقفل ست عشرين سنة. صحيح. فكل نادي بيبقى قافل على لعيب تفترة كبيرة قوي. صحيح. فدي بتخلي لو انت ما عندكش يعني صعب بتبني فرقة. صحيح. بس هو يعني النادي الاهل ينجح في السنتين الاخرانيين ان هو يجيب صفقات. تبقى هي يعني تبقى زي ما بيقولوا مع الكبات اللي موجودة في الفرقة. تعمل يعني تبقى عندك قوام اساسي. صحيح. تقدر بقى ادعم بعد كده بسنة لعيب اتنين ما تبقاش نفس العتد الضخم ده. تقدر تنافس ان شاء الله يعني احنا مش هدفنا السنة دي يعني ان شاء الله في رقة تكمل تلات اربع سنين كده تكسب اكبر عدد ممكن من بطلات. يا رب ان شاء الله.